وانضم إلينا من واشنطن مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مرحبا بك سيد مولروي على شاشة الغد بداية ما نشرته صحيفة الجارديون البريطانية عن استخدام إسرائيل للأسلحة الموجودة في هذا المستودع الأسلحة الأمريكية هل يحرج البيت الأبيض؟ سعيدنا لكي أكون معك مرحبا بك وبمشاهدينك تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل وتدعم غرضها في حماية نفسها نحن نحاول قدر الإمكان أن نساعدهم وأي دولة في العالم دائما ما تقف بجانب حليفتها إن إحتاجتها نحن نعلم أن الوضع الراهن حساس للغاية ونعلم أن الزقائر والأسلحة هذه تحتاجها إسرائيل ونحن نعم نفس الشيء مع أوكرونيا والولايات المتحدة الأمريكية ترى أن إسرائيل حليفة وثيقة يجب أن تساعدها حتى لو كانت هذه المساعدة التي تتحدث عنها سيد مايكل تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني عدد كبير منهم من الأطفال نعم هذا شأن سياسي وبالنسبة للشأن القانوني الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تحاول أن تتأكد أن حليفتها تلتزم بالقوانين الدولية وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت صريحة للغاية عندما قالت أنها تدعم حليفتها من أجل حماية الأمن القومي الخاصة بها وأيضا أن نتأكد أن العمليات التي يقومون بها الجنب الإسرائيلي في غزة هي عمليات يقومون فيها بتحريء الضقة من أجل أن لا يكون هناك مزيد من الخسائر في الأسر الأرواح وقد قام البيت الأبيض بنصيحة حليفة إسرائيل بضرورة أن يتوخوى الحضر في الهجمات من أجل تقليل أعداد الضحايا تتحدث عن التزام إسرائيل بالقانون الدولي وكل المنظمات الدولية تصدق الأرقام المعلنة حول أعداد الضحايا لا سيما من الأطفال ومن النساء لذلك أسأل هل قدمت الولايات المتحدة وتقدم هذه الأسلحة لحليفتها إسرائيل وهي تعلم أن الولايات المتحدة تعلم أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل مدنيين لكي أكون صريحة أنا لا لست أمثل الولايات المتحدة الأمريكية فأنا متقعد الآن وأريد أن تتأكدوا من هذا أنا لا أمثل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أريد أن أقول من وقع خبرتي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تطلب من إسرائيل أن تعدل من تكتيكاتها من أجل أن يتأكدوا أن هجماتهم أكثر ضقة وأن يتوقع الحضر وأن يركزوا على الأماكن التي تركز بيع حماس والبنية التحتية الخاصة بهم ولكن نعلم أن الحماس تتقذ من المدنيين دروع بشرية وفي الوقت ذاته هم يقومون بالاختباء في الأماكن السكنية وتحت البنية التحتية الأساسية في غزة لذا أعتقد أن الوضع شائك وهذا يضغط الولايات المتحدة الأمريكية ويضغط إسرائيل وهذا يقودون إلى طلب الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل بتوخي الحضر في الهجمات وأن يكون هناك أكثر ضقة في هذه الهجمات وهذا من شأنه أن يقلل من عدد الضحايا المدنيين بالإضافة إلى هذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع لكي يكون هناك إمرار للمساعدات الإنسانية أكثر لغزة وأن يكون هناك ممرات آمنة يتم فتحها من أجل نقل المرضى ذو الحالات الحارقة والأمراض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وهذا دعم للحالة الإنسانية الموجودة هناك هل تعتقد بأن مسألة دعم الإنساني الذي تتحدث عنه سيد مولوروي يعني يأتي في سياق متزامن وسياق متوازن مع ما تقدمه الولايات المتحدة من أسلحة يقتل بها المدنيون في فلسطين أعتقد أن الولايات المتحدة من وجهة نظري وأيضا من وقع خبرتي أن كل الدول يقدر بها أن تتشارك في الوضع الإنساني الراهن ونعلم أن الأمم المتحدة قد قاموا بالتصريح أنهم يطلبون مزيد من التمويل والمساعدات للوضع الإنساني الكارثي هناك لذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدورها الإنساني وأيضا نريد من الدول الأخرى ودول الشرق الأوسط أن تتأذر مع فلسطين في هذا الصدد ولكن نريد أن نقول أن المساعدة ليست فقط إنسانية ولكن عندما يتحصن الأوضاع يجب على جميع الدول أن يتشاركوا في أعادة بناء البنية التحتية في غذا يعني عادة بناء البنية التحتية على الأقل تتطلب وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يتواصل يوميا والذي تخطى ضحاياه 20 ألف قتيل فلسطيني حتى الآن لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بطلب من حليفتها بوقف إطلاق النار لماذا لا تضغط في هذا الاتجاه إن كانت تريد المحافظة على سمعتها كقوة عظمى في العالم أعتقد أن الوجهة النظر الأمريكية تضغط أن يكون هناك وقف إطلاق النار ولكن لا يمكن أن يكون هناك وقف إطلاق النار من دون استهداف حماس لأننا إذا ما قمنا بوقف إصلاق النار ستنتهك حماس نفسها وهذا سيترك المجال لحماس من أجل أعادة التسليع لذا أعلم أن الولايات المتحدة تدعم الغيات الإسرائيلية من أجل تدمير حماس عسكرياً وهذا يعني أن يتم تدمير كافة البؤر والأوكار الخاصة بحماس تحت القيادة الإسرائيلية لذا لا أعتقد أن وقف إطلاق النار سيدعم تكتيكات إسرائيل وأهدافها العسكرية لأن حماس الآن إما تم الضغط عليها من الممكن أن تستسلم لأنهم قد باتوا ينفذون من الأسلحة والذقائر ولكن لن تقوم إسرائيل بهذا إلا أن تحقق غايتها العسكرية حتى لو كان ذلك ثمنه قتل المزيد والمزيد من الفلسطينيين يعني أكثر من ثمانين يوماً حتى الآن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ماذا حققت إسرائيل من الأهداف التي أعلنتها في السابع من أكتوبر هل تخلصت من حماس هل هي في طريقها الآن للتخلص من حماس هم الآن يبحثون مسألة أن تمتد الحرب أكثر من عدة أشهر على الأقل ما هي النتيجة غير قتل المدنيين وتدمير كل ما هو موجود على الأرض في غزة حماس من وجهة نظري تخسر آلاف المقاتلين في هذه الحرب وهذا واحد من الإنجازات المعلنة وأيضاً حتى قاموا بخسارة بعض القاضة رفعياء المستوى على مستوى قيادة حماس ولكن من وجهة النظر الإسرائيلية هذا ليس كافي بعد وأنهم يحتاجون أن يقتلعوا حماس من قذورها عندما نتحدث أيضاً عن الضحايا الأبرياء نعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان أن تساعدهم من أجل أن يقوموا بتوقيع الحضر والاستهداف الدقيق ولكن المشكلة مشكلة حماس وهي تختبئ في المنطقة السكنية والولايات المتحدة الأمريكية دائماً ما تتحدث على الملأ أنها تطلب من إسرائيل تغيير تكتيكيتها ولكن للأسف كما قلت لكم أن هذه إرادة إسرائيلية في نهاية المطاف يعني أنا أتفهم سيد مايكل بأنك تتبنى التبريرات الإسرائيلية التي اتضح للعالم كله أنها غير صحيحة وغير حقيقية مسألة استهداف المباني السكنية مسألة استهداف المستشفيات وعدم تقديم أي دليل على استخدام حماس لهذه المستشفيات التي تم قصفها على رؤوس النازحين والمرضى لكن دعنا نتحدث عن مسألة هذه المستودعات السرية في إسرائيل مستودعات الأسلحة الأمريكية هل الدستور والقانون الأمريكي يبيح استخدام هذه الأسلحة من قبل دولة أخرى؟ عندما أريد أن أعلق عن الجزء الأول أنا لا أتحدث عن وجهة النظر الإسرائيلية لكن أنت تسألني أسئلة وأنا أقاب من وجهة نظري ومن خبراتي بالنسبة للجزء الثاني الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما يكون لها تكتيكات مختلفة ويكون لديها ذخيرة وافرة في الأسلحة في دول كثيرة ومن الممكن أن نجد أن هناك بعض الأماكن الموجودة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وبالطبع هذا له موافقاته من البيت الأبيض ولا يمكن أن يحدث في معزل عن الحكومة الأمريكية وبالنسبة للدستور بالطبع الدستور والكونغرس يوافقون على هذا ولكن لا يمكنني أن أوافق أن أجوب بنيابة عنهم ولكن أريد أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تقوم بهذا في معزل ومنع عن الدستور تشريعاته وفي الوقت ذاته هذا هو الشأن أو التكتيك الأمريكي في دول عدة وليس فقط إسرائيل طيب ونحن نتحدث عن هذه الحالة يعني عن حالة المستودع الموجود في إسرائيل والذي تقول التقارير بأنه أنشئ في الثمانينات من القرن الماضي لتزويد القوات الأمريكية بالسلاح بشكل سريع في حال نشوب صراعات بينها وبين الدول في الشرق الأوسط هل هذا الشرط متوفر الآن في العدوان الإسرائيلي على غزة؟ هل هناك صراع تخوضه الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تستخدم هذه الأسلحة؟ أنا لا أعلم التقرير والمحتوى الخاص بها التقرير الصادر عن الغاردين ولكن كما قلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تتبنى الطرق الدفاعية والاستباقية وبالطبع يكون هناك موافقات على هذا لا يمكن استخدام مثل هذه الأسلحة بدون الموافقة الأمريكية ونعلم أن كانت هناك قوات في الإمارات والبحرين ودول عدة عربية ودول في الشرق الأوسط وهذا دائما ما يكون أيضا بالموافقة الثنائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدولة المنظيفة ونريد أيضا أن نقول أن في هذه الحالة من الممكن أن يكون هذا بناء على طلب مقدن إسرائيل وبالطبع الولايات المتحدة الأمريكية قد وفقت عليه هل تعتقد بأن هناك شفافية في الداخل الأمريكي وفي المؤسسات الأمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ إذا ما كنت تعني بكلمة شفافية أن كل موظف يعلم ما يحدث أعتقد أن هذا لا يكون موجود وأنه من المهم أن يكون الأشخاص أصحاب الشأن من الكونغرس والبيت الأبيض على دراية ولكن لا يعني هذا أن كل موظف أو كل عامل في المؤسسات يجب أن يكون على دراية بهذا فبعض الملفات تكون عليها تأسيرية ويعلم بها فقط من يحتاجون المعرفة ومن يصدقون على مثل هذه القرارات طيب يعني الغارديان وأنا أستند إلى هذا التقرير طبعا ولعلك قرأته سيدي تحدثت عن استخدام إسرائيلي كثيف لهذا المستودع في حين أنه كما ذكرت لك وكما تقول يعني التقارير أنه هذا المستودع أنشئ لتزويد القوات الأمريكية بالسلاح بشكل عاجل في حال احتاجته القوات الأمريكية يعني الكونغرس في هذه الحالة هل يعني يعطي استثناءا لاستخدام إسرائيل لهذا السلاح وتلك الذخيرة؟ بالنسبة للكونغرس وهم لديهم الصلاحية من أجل إعطاء هذا الاستثناء بالتعاون وبطلب الدولة الحليفة وأيضا هذا حدث في السياق الأوكراني في الحرب الروسية ولكن كما قلت لكم أن مسألة أن يكون هذا مشروع أو لا هذا يتم تحديده عقب طلب المساعدة وقد رأينا في السابق أن دول كثيرة دول القليج كانت تطلب مساعدة أمريكية وبعد ذلك يتم الموافقة عليها من قبل الكونغرس والبيت الأبيض ولكن أنا لست مطلع على التقرير الجارديون بأكمله طيب يعني هي الجارديون تقول بأن إدارة بايدن تخضع حاليا للتحقيق والتحقق في هذا الشأن هل المقصود بجهات التحقيق هي الكونغرس فقط أم جهات أخرى؟ أنا لا أعلم إذا ما كانت الكونغرس تقوم بتحقيقات بهذا مع إدارة بايدن ولكن يجب أن نقول أن الكونغرس دائما ما تحاول أن تتحقق من الأنشطة العسكرية والخدمية وحتى المساعدات التي يتم تقديمها بالتنسيق مع وزارة الدفاع الأمريكية من أجل أن تأكد أن العمليات والشراكة العسكرية تتم بطريقة مشروعة ولكن لا أعلم إذا ما كانت هناك تحقيقات تتم في هذا الصدد أم لا ومن الممكن أن يكون بعض أعضاء الكونغرس كانت لديهم أيضا اعتراض فنعلم أنهم قد اعتردوا في أصابق من المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل وهذا يقودنا إلى العقيدة السياسية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية سيدي لعلك تعرف جوش بول المسؤول السابق في الخارجية والذي استقال مؤخرا احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل جوش بول يقول أن مقترحات البيت الأبيض بشأن المخزون هي جزء من حملة لإدارة بايدن تستهدف إيجاد طرق جديدة لتزويد إسرائيل بالسلاح وهو ربما من أسباب استقالة جوش بول المسؤول السابق في الخارجية الذي احتج على ذلك واحتج على السياسة الأمريكية المتبعة تجاه إسرائيل هل تعتقد هل توافقه الرأي أن هذه المقترحات التي يدرسها البيت الأبيض لاستخدام جزء من المخزون التسليحي في المستودعات الموجودة في إسرائيل هي ربما جزء من سياسة البيت الأبيض التي يسعى من خلالها لإيجاد طرق جديدة لتزويد إسرائيل بالسلاح من الممكن أن أتفق على هذا لأن التمويل لإسرائيل لم يتم التمرير وهو الموافقة عليه من قبل الكونغرس وهذا حدث أيضا في السياق الأوكراني وكانت هناك بعض المشاكل وأعتقد أن هذا بسبب توليات المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها إلى فلسطين وأعتقد أن هذا حيز سياسي ومرة أخرى أنا لست متحدث نيابة عنهم ولكن أعتقد أن إدارة بايدن يحاول أن يبتكر حلول من أجل أن يرى طرق في دعم إسرائيل ودعم أوكرانيا عسكريا وأعتقد أنهم سيستمرون في محاولة المحاولة بسأل هذا الصدد لأن الكونغرس يقودهم وفي الوقت ذاته هم يؤمنون أن هذا حق لحليفتهم إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأيضا لأوكرانيا في الصياق الأوكراني الروسي حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة بغض النظر عن أن هذه الأسلحة كما تحدثنا في البداية تستخدم لقتل ألاف المدنيين عموما في نقطة أخرى إسرائيل طلبت رسميا من البنتاجون مروحيات من طراز أباتشي هل تتوقع أن توافق الإدارة الأمريكية على منحها تلك المروحيات منح إسرائيل أقصد؟ أنت تتحدث عن مزيد من الأسلحة الجديدة هل هذا السؤال؟ صحيح لك من فضلك أن تعيد سؤال مرة أخرى؟ الإسرائيليون يطلبون من إدارة بايدن تزويدهم بمروحيات أباتشي هل تتوقع أن توافق الإدارة الأمريكية على ذلك؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس بايدن سيحاول قدر الإمكان عن أن يدعم إسرائيل في الأسلحة التي تطلبها وأن يكون هناك مزيد من التمويل من أجل هذا الدعم فنعلم أن تاريخ الدعم مستمرة لعقود فائتها وأن يكون هناك دعم عسكري وأمني طيب يعني لماذا برأيك يمكن أن تزود واشنطن إسرائيل بهذا النوع من الأسلحة أو من المروحيات الأباتشي وهي ترى بأن إسرائيل تستهدف مدنيين عزل هل توافق على الاستراتيجية الإسرائيلية العسكرية بكاملها بمجملها التي تستقدمها الآن تل أبيب في غزة؟ كما ذكرت لك من قبل أعتقد أن الحكومة الأمريكية البنتاجون والبيت الأبيض قد طلبوا على الملأ من إسرائيل من تغيير استراتيجياتها وأن يكون هناك مزيد من التقيق في اللجمات ونريد أن نقول أن إسرائيل غايتها الوحيدة في هذه الحرب هو تدمير حماس وإطلاق صراحة الأسرى ولكن أيضا بالمناسبة الأسرى من بينهم أسرى أمريكيون لذا من أجل أن نقوم بهذا يجب أن نستمر في هذه الحرب وحماس للأسف لا تعطي أي ضبء أخرى أنهم سيقومون بإطلاق صراحة الأسرى الإسرائيليين والأمريكيون لكن هذا لا يعني أننا نترك المجال لمديد من القتلى ويقدر بإسرائيل أن تكون أكثر دقة طيب يعني فيما يتعلق بموضوع الأسرى يعني تقول أن حماس ترفض إطلاق الأسرى والمحتجزين لديها والمعلن من قادة حماس بأنهم يقولون أن الصفقة يجب أن تتم بعد وقف إطلاق النار من يضمن بأن إسرائيل بعد إتمام الصفقة لن تستمر في عدوانها على قطاع غزة أنت محق حماس نحن داخل دائرة مغلقة حماس تطلب أن يكون هناك وقف إطلاق النار ومن أجل طلق صراحة الرهائن ولكن إسرائيل ليست متأكدة من النوايا الخاصة بحماس لأنه حماس من الممكن أن تقوم باختراق هذه الهدن واستهداف دقيق للإسرائيليون وهنا أنا محلل سياسي وأقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تدعم إسرائيل في هذا الصدد ولكن في الوقت ذاته هم يكترثون لحياة المدنيين الأبرياء لذا لا أعتقد أن في داخل هذه الدائرة المغلقة سيكون هناك أي مخرج حماس إسرائيل ستستمر في هذا إلى أن تدمر القضاء القضاء وكافة البنية التحتية الخاصة بحماس طب أنا أصلك كمحلل سياسي واستراتيجي أنت كنت نائبا لمساعد وزير الدفاع الأمريكي في السابق هل تعتقد هل تؤمن بأن إسرائيل باستطاعتها أن تمحو حماس كمنظمة؟ أن تمحو حماس كفكرة؟ كإيديولوجيا؟ هناك جزئين في هذا الصدد أنا لا أعتقد أن الأمور العسكرية من الممكن أن تدمر الإيدولوجيا أو الفكرة ولكن الفكرة سوف يبقى موجود سواء حماس سواء داعش أعتقد أن الأفكار دائما ما تستمر ولكن إسرائيل تحاول أن تذعر أي هجامات مستقبلية يتم تكرارها وأي محاولة تكون مشابهة لما حدث في السابع من أكتوبر ونرى أن حماس هي بالطبع خائفة ولهذا هم يختبئون في المنطقة السكنية ولكن نعلم أن حماس ممولة من قبل إيران وأنها قد أخذت السواريخ والأسلحة من قبل إيران لذا هذا هو تكنيك إسرائيلي من أجل أن لا يتم تكرار هذا مرة أخرى ولكن الفكرة أو الأيدولوجية من الممكن أن تتكرر حتى وإن تم تدمير حماس من الممكن أن نجعت جامعات إرهابية في المستقبل تحذو حزو حماس ألا تفكر في أن قطاع غزة هو أرض محتلة وأن من حق الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال يرزحه تحت الاحتلال أن يقاوم المحتلين بالطبع ومن الواضح لجميع ومن المعلوم أن هناك احتلال ولكن إذا ما تسألني عن رأيي الشخص لا يمكنني أن أضمن السياسة في هذا ولكن إذا نريد أن نتحدث إذا ما كان هذا يتكرر يجب أن يكون هذا تحت إدارة عسكرية مختلفة لا يكون تحت إدارة جامعة إرهابية معترفة من قبل العالم أنها إرهابية يجب أن يكون هناك قواعد وأن يكون هناك احترامة لقوانين الحرب وهل تحترم إسرائيل قوانين الحرب سيد مايكس إسرائيل مثل كل دول مثل كل الدول هي تحاول أن تدافع على أمنها القومي كل دولة لديها جيش يجب أن تحترم قوانين الحرب وقوانين أصلاح أعطوا الفلسطينيين دولتهم وليكونوا من جيشهم ولا يعني لم ترون لا حماس ولا الجهاد ولا أي شيء أعطوا الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة ساعدوهم في ذلك أولا قدر الإمكان أن نركز أن نكون أكثر دقة في الاستهداف في هذه الهجمات من أجل تقليل الضحايا نعم أشكرك شكرا جزيلا مايكل مولوروي نائب مصاعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق كنت معنا من واشنطن شكرا لك نعم أشكرا لك ترجمة نانسي قنقر